وضح لنا في البداية الخطة الحالية اللي بيعمل عليها الاحتلال لتهجير الاهالي من مناطق بتعتبر اول مرة يتم الالان عنها زيخان يونس الحقيقة هي يعني ان اسرائيل تجاوز بكافة الخطوط الحمراء معتمد على يعني مسدد الولايات المتحدة الامريكية باعتبرها الحريفة الاستراتيجية لها في المنطقة اسرائيل بتستغل طبعا التواجد الامريكي والدعم الامريكي لها وبتحاول بقدر ان كان ان هي يعني تستغل هذه الظروف لاحراز اكبر مكاسب موجودة يعني وزير الدفاع الامريكي قال ان دعم الولايات المتحدة لاسرائيل ليس خاضعا للتفاوض وان يكون بهذا الشكل وان واشنطن ستزال اقرب صديق الاسرائيل في العالم وان بلاده ستضمن حصول الاسرائيل على ما تحتاجه بهدف حماية نفسها هي شافت ان طبعا كل كافة الاسلحة الموجودة والامكانات الموجودة بتحاول ان هي تستغلها من اجل تسوية المباني الموجودة في غزة والحصول على اكبر مكاسب تدمير كل المنازل وفي نفس الوقت المستشفيات والمدارس بشكل يعني قد يكون نظام جرائم حرب وعبادة كاملة للشعب الفلسطيني فأنا عايز اكد على حاجة مهمة ان طبعا فكرة تهجير الفلسطينيين مش وليدة اليوم يعني طبعا كان فيه تهجير الفلسطيني سنة 48 كان 700 الف فلسطيني تم تهجيرهم في كده حرب الفلسطيني سنة 48 وفي نفس الوقت برضو ساعة اسرائيل لتغطين عشرات الالاف من الفلسطينيين في المشاريع التنمية الزراعية بسنة وذي كانت خاصة سرعة المتحدة الامريكية الجزء الأكبر للتمويل للمشروع وكان يعني فترة الرئيس جمال عبد النصر ما تحققش يعني او ما تمش تنفيذه وخلال احتلال اسرائيل لسينة من 67 ل73 برضو حاول تساير استقبل يعني انها تسيطر على الارض في تهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية يعني الفكرة مش جديدة بيحاولوا بكل امكانيات ان هم شايفين ان يعني بيسعوا لهم السيطرة على الارض وان هم يزمروا الجانب الفلسطيني بحس ان هم يكونوا مسيطرين على الوضع بشكل كبير بكل تأكيد حتى ان الوقت المتحدة الامريكية والسرائيل قدموا افكار كتير جدا مغرية اقتصاديا لكن طبعا اترفضت تماما من كل يعني لمانع اي تهجير كانت مرفوضة بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت فترة يعني تم تكرار تكرار بطرح فكرة التهجير اكثر من مرة حتى فترة الرئيس الاصبك حسن انبارا